السلام عليكم سأقوم الآن بإكمال شرح القوالب الثمانية الأخيرة من برنامج Vingage وسأبدأ من أيقونة Invitation قوالب Invitation أي الدعوات توفر لك الكثير من التصاميم لإرسال الدعوات حسب المناسبة المطلوبة فتعند الضغط عليها تظهر الأقسام الفرعية لهذه الأيقونة فتبدأ بالHolidays أي العطلات الرسمية فأنا نشاهد الكثير من القوالب التي تختص بالعطلات الرسمية ولكن الأغلب هذه العطلات تتعلق بالمناسبات للدول الأجنبية لكونها وسؤولة عن تصميم البرنامج ويمكن الاستفادة من هذه القوالب بتغييرها إلى مناسبات تناسبنا حيث مثلا يمكن الاستفادة من هذا القالب الذي تم تصميمه لمناسبة عطلة الكريسمس والاستفادة منه لعيد الوطني في دولة الكويت حيث أن الألوان والتصميم قد تساهم فيه فإذا كنت تقوم بعمل حفلة أو مناسبة وتحتاج إلى بطاقات الدعوة ليب هذه المناسبة يمكن تصميمها عن طريق هذا البرنامج فتبدأ بضغط على قائمة Create أي إنشاء وتنتظر حتى يقوم البرنامج بفتح نافذة جديدة تساهم في تصميم هذا البرنامج وعند فتح هذه الصفحة نبدأ بتصميم ما نراه مناسبا حيث أن يمكن في البداية أي ممكن الاستبدال هذه الجملة بجملة باللغة العربية حيث يمكن تغيير المحاذة إلى اليمين وتغيير الخط والتحكم بالخط من خلال الأعلى والتحكم باللون من خلال هذه الأيقونة وبالتالي تغيير كتابة وتحديد الكلام لتغييره إلى ما ناسبه فمثلا يمكن يسرنا دعوتكم لحضور الاحتفال بمناسبة بمناسبة ومسح الأيقون الجملة الأخيرة وتحديد هذه المناسبة فالمناسبة هنا سوف تكون العيد الوطني لدولة الكويت وبالتالي يتم التحكم بالخط هنا يتم تصغير الخط لنجعله مناسبا لما سيتم تقديمه بهذا الشكل وهنا يمكن التحكم بالألوان فحيث أن الألوان عند الضغط على إيقونة الألوان نشاهد أن الألوان جاهزة التي تم اختيارها من قبل فيتم تحديد الأحرف المراد تغييرها مثلا باللون الأخضر والعيد بالأبيض يتم تركه باللون الأبيض وكلمة وحرف الدال باللون الأحمر وبالتالي يمكن الحصول على ألوان العيد الوطني اللي هو ألوان علم دولة الكويت والتحكم بالألوان بهذا الشكل وأيضا يمكن التحكم بعرض الصفحة حيث أن لتظهر كاملة يمكن الضغط على هذه النسبة من 100% نجعلها 80% وبالتالي يمكن رؤية الصفحة بالكامل أيضا في حال لا أود تعديل الكلام الموجود وإنما أريد إضافة كلام جديد آخر يختلف عن الموجود يمكن الضغط بهذا الشكل ثم الضغط على سلة المهملات لإلغاء الكلام ومن ثم الذهاب إلى التكست وهنا لدينا التكست تظهر وتختار نوع الخط الذي تود إضافته فمثلا حتى يكون هذا الشكل والتحكم باللون طبعا اللون يكون باللون الأبيض وهو الأفضل أيضا والتحكم بالمحاذة وبنوع الخط أيضا إذا كنت أريد تغيير نوع الخط إلى خط آخر يتم تغييره بهذا الشكل ومن ثم الطباعة بالكلام الذي نوت يتم خلاله تحديد اليوم والوقت والزمن والمكان وذلك تذر وذلك في يوم الأربعة الموافق سبعة وعشرين اثنين الفين وتسعة عشر في تمام الساعة الثانية عشر في حديقة كلية التربية مثلا بهذا الشكل وتحديد المحاذة أيضا تكون توصيد تكبير الخط بهذا الشكل أو الكلام في اللغة الأجنبية بالأسفل لا نحتاجه فيتم الغاءه وأيضا التوقيع في الأسفل لا نحتاجه يتم الغاءه وأيضا الخط يمكن الغاءه يسر تحديد المكان كصياغة أفضل يسر كلية التربية في جامعة الكويت بدعوتكم لحضور الاحتفال بمناسبة العيد الوطني بهذا الشكل تعديل الكلام أغير المكان بطريقة بغية الصورة الصورة ليست مناسبة يتم حذف الصورة الضغط على Backspace والذهاب إلى Photos طبعا عند الضغط على Photos Photosearch يتم كتابه بالشكل اللي بتواه باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية فقمت بكتابة دولة الكويت في هذه الخانة فتظهر جميع الصور التي ممكن يوفرها لي هذا البرنامج فوجا أحط بأن أفضل صورة مثلا اخترم اختيار هذه البصمة وتم إضافتها بهذا الشكل التحكم بحجمها ومقاسها فيتم هذا هو بصمة الكويت إذا أرد تثبيتها وعدم تحريكها وتأكد من عدم تحريكها يتم الضغط على رمز القفل الموجود وبذلك لا يمكن التحكم فيها وتحريكها تظل ثابتة وأكمل ويتم إكمال التنسيق كما تراه مناسبا ويمكن إضافة شعار جامعة الكويت مثلا حيث أقوم بمسح كلمة دولة الكويت وكتابة شعار جامعة الكويت انتر نلاحظ بأن شعار جامعة الكويت لم يظهر من ضمن الصور المعروضة في البرنامج حيث أن البرنامج يعلط بعض الصور التي يتعرف عليها فبالتالي أستطيع أحل هذه المشكلة بضغط على إيقونة image upload والضغط على drag and drop والدخول إلى صور تم حفظها من قبل في الكمبيوتر في الحاسب الشخصي الضغط على إيقونة الصور الصور المحفوظة saved picture وهنا ظهرت صورة شعار جامعة الكويت والضغط على الفتح والانتظار حتى يتم تغزال الصورة ها هي هنا وهذا الشكل الموجود لدينا بهذا الشكل وأيضا يمكن التحكم بالخلفية الألوان الخلفية الموجودة لدينا وذلك عن طريق الضغط على الألوان وهنا يمكن التحكم باللون حسب بانارا مناسبا فإيضا يمكن اختيار اللون الأبيض أو أي لون آخر وأكثر لون مناسب لهذه المناسبة هو اللون الأسود لتناسق مع ألوان علم دولة الكويت وبذلك أتم الانتهاء من تصميم هذه البطاق وللتخفيف الخلفية البيضاء لتخلص منها أو لتقليلها يمكن الضغط على علامة الاقتصاص ويتم اقتصاص هذا الجزء للتحديد الجزء على إطار الشعار بهذا الشكل فيتم وضغط على علامة الصح وهكذا تم الحصول على الشعار دولة شعار ويتلاحظ أنه لا يمكن تحريك هذه البصمة وهكذا تم الحصول على بطاقة الدعوة التي تم تصميمها ويمكن إضافة أيقونات أخرى جاهزة كرسوم أو رموز معينة أو البحث أيضا عن رموز معينة ويمكن إضافة رسم بياني لإذا كنت تعمل إحصائية معينة خرائط أي شيء يمكن إضافته من خلال القائمة الموجودة في جهة اليسار الآن يتم بعد أن تم حفظ هذه القالب يمكن حفظه في My Design الآن الذهاب إلى My Design وعند الذهاب إلى My Design نشاهد القالب موجود بهذا الشكل في النسخة المجانية يمكن التحكم في خمسة قالب فقط وأيضا لا يمكن حفظ أو إنشاء نشر هذه القالب إلا إذا حصلت على النسخة المدفوعة أي ضغط على Upgrade ولكن يمكن وأيضا حتى لا يمكن طباعتها بالشكل المطلوب فللاستفادة من هذه البطاقات والدعوة لا بد من تطوير النسخة إلى نسخة مدفوعة والآن يتم الانتقال إلى بقية القوالب التي يتم عرضها في برنامج Vingage فلدينا فبالإضافة إلى بطاقات الدعوة للأعياد لدينا بطاقات الدعوة لحفلات الزفاف وبطاقات الدعوة لأعياد الميلة ومناسبات أخرى Baby Shower Brider Shower Save the Date أي لديك تاريخ مميز ترود الاحتفال به والحفلات بالإضافة إلى الدعوات لدينا البطاقات التهنئة أيضا هناك مناسبات متنوعة إذا أردت تهنئة أي شخص بمناسبة معينة يوفر لك البرنامج هذه البطاقات للتهنئة وندخل الآن إلى الكوبونس الكوبونس مفيدة جدا للمعلمين إذا أردت مكافأة طلابك Gift Certificate كم يمكن تصميم هذه البطاقة تحدد فيها الهدية أو المكافأة التي تود تقديمها للطلاب أو Foucher في أردت بونس درجات أو أي مكافأة أخرى يمكن إقامة هذا التصميم لمفاجأة الطلاب أما Social Media Social Media إذا أردت تصميم أي قالب لمشاركته بأحد البرامج السوشال ميديا Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn وأيضاً اللوغوز اللوغوز تقوم بتصميم شعار خاص بك سواء في مجال رجال الأعمال أو مجال لجالك الخاص حسب ما تود أن تصميمه بالشكل الذي تريده وأيضاً الإي بوك أما الإي بوك فهو مصمم لتصميم الكتب التي الإلكترونية فعند الضغط على أحد القوالب فنشاهد أن القالب يوفر لك أكثر من صفحة لتصميم كتابك حسب ما تراه مناسباً وبعد الإي بوك لدينا البنر البنر كثير من المدارس تستخدم البنرات لتفعيل أنشطتها والإعلان عنها فيمكن أن الاستفادة من القوالب المتاحة أما المينيوز فهو لقوائم الطعام للمطاعم وبذلك نتمنى أن نكون قد وفقنا في شرح جميع الجوانب في برنامج فينجيج